بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حباب قلب مرفة يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال هنفطر ان شاء الله الفطر الجميل الخفيف ده وهنعمل النهاردة روتين جميل كده خفيف سريع كله في المطبخ طبعا نظرا لظروف العملية ان انا لسه ما بعرفش ما بقدرش اعمل روتينات في الشأ تمام حباب قلب اللي متباني عارفين الموضوع ده هنضرب بقى الفطر الجميل ده وهنعمل النهاردة بقى شوية سبانخ هخليكي تاكلي سبانخ ما كلتهاش قبل كده وفراخ محمرة وروز يلا بينا نسمي الله ونصليه على سيدنا محمد ونشوف هنعمل الغداء الجميل ده ازاي مبدئيا كده الفراخ مخصولة كويس جدا جدا بالملح وفي الفريزر بقى بنعمل لها محلول نقل لكن دي جاي من عند الفراجي بس غسلتها كويس جدا وحطيت فيها ملح خلفتها بملح كويس كده وعصرت لامونتين وشطفتها كويس جدا قطعت بصلاية على ايدي كده حطيت مكعباية معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة نص معلقة جنزبيل نص معلقة بهارات معلقة سكر صغيرة معلقة ملح صغيرة دربته كله في بعضه كده دعاقته كده لحد ما بقى توابل حلوة كده كله شرب من بعضه وبتبل الفراخ بالطريقة دي عايزة اقول لك احلى طريقة لسلق الفراخ هيا دي خلاص كده نقول تاني بصلاية متقطعة معلقة صغيرة فلفل اسود نص معلقة بهارات معلقة صغيرة جنزبيل مكعباية معلقة سكر معلقة ملح كله صغيرين تمام؟ تعالوا بقى حطنا الفراخ تتسلق السبانخ بقى انا غسلها كويس جدا وحطتها في مياه سخنة كده علشان تبقى ايه تهدى شوي لان انا عاملة ما شاء الله كمية وحطت ليا داني كده قطعتها كده ومش كتير قليلة جدا زي ما انتم شفتوا كده نزلت فيها بصلاية برضو متقطعة حطت ليا داني يعني تنزل الدهن اللي فيها وبعد كده نحمر فيها بصلاية وننزل بالطماطم دي معلقة يعني نص معلقة كبيرة سكر يعني بالزبط معلقة صغيرة سكر مكعبتين مرأة وهنحط بقى فلفل اسود والبهارات بتاعنا ونسيبها تتسبك خلاص تسبكت بالطريقة دي انا كنت سايبها السبانخ بس تصفي كل المياه اللي فيها عشان ايه الزراء اللي فيها والحاجات دي والمية طبعا انا مش عايزة مية انا عايزة ايه اديها شربة بقى عشان تبقى طعمة وحالو تمام بنحمر البصلاية في اي مادة دهنية دي بقى معلقة توم بنحط عليها الطماطم ونحط بقى البهارات والفلفل الاسود معلقة السكر المكعبتين المرأة وتتسبك وننزل السبانخ اللي احنا غسلناها ومصفينها بعد ما تسبكت بقت شكلها كده بصوا بقى الفراخت سلقت بقت زي الفل كده تمام في الصنية دي وتحت الشوية من غير مادهنها اي حاجة اي حاجة وهتشوفها في الاخر بتبقى عاملة ازاي خلاص اللي السبانخ بقى اي على ما الشربة تعملت كانت تسبكت يعني بننزل بقى عليها بالشربة كده نزبطها عايزينها خفيفة عايزينها مزبوطة عايزينها تقيلة براحتك بس شوية الشربة صغيرين السبانخ اصلا بتنزل ماء هنعمل بقى شوية رزة ابيض كده عايز اقول لكم خيال الطريقة تحفى وسهل جدا وبيبقى مفلفل بطريقة بصوا انا نزلت الرزة على السمنة السمنة دي مخلطة بلدي على نباتي تمام عد تشوح في الرز بمعلقتين ملح صغيرين لحد ما تشوح خالص وكله تغلف بالسمنة وبقى كده وبنزل عليه بالشربة طبعا الشربة سخنة وبتغلي هتحطه مية برضو تكون بتغلي تمام وهديله بقى شوية مية مع الشربة كده وهغطي على الرز بس مجرد ما يبتدي يغلي ههدي على النار وهنسبق المدة ربع ساعة مش هكشف عليه الغطة الرز ده ما نقوع فما بياخدش سوا بقى الربع ساعة دي هكون خلاص هقلبه وهطفي عليه تمام هنغطي عليه كده وزي ما قلتلكم شوية كده وتنقله على عين الصغير بصي بقى يا حبيبة قلب مرفت الفراغ طلعت من تحت الشوية من غير مدهنها حاجة خالص شفتي طلعت فضيعة والجلد بتاعتها نشفة ومقرمشة كده ومنزلة كل الدهون اللي فيها في الصناية وتشيلها كده على طول علشان ما يبقاش فيها ايه؟ ما تبقاش تفضل في الدهون التانية كتير يعني تقوم تشربها تاني تمام؟ خلاص كده والرز بصي بعد ربع ساعة ولا تلت ساعة؟ أول مرة أكشف عليه بصي ما شاء الله مفلفل وما خدش وقت خالص يعني خطوة انك تنقعي الرز ده بتسهل عليك خلص في السوى جدا جدا بتخليه ما ياخدش والحبات بقى الوحدة بوحدتها كده مش ما خلاص الحمد لله والشكر الله بقى أنا تمنت على خير نضرب بقى الغداء الجميل ده عايز أقول لكم الفراخ والسبانخ والرز والله العظيم كانوا بصوا يعني جمال الأكل كان طعمه حلو جدا جدا أول مرة أعمل السبانخ السانية دي كان طعمها الحمد لله فظيعة آآ خطيرة تمام آآ خلاص بقى الحمد لله نعمل بقى ننضف المطبخ بتاعنا كده البتجز نشيف أصلا وانا بعمل لو أي حاجة وعت عليه كده بقى بنضفه بصوا بقى بس ديلوا تصبينا كده مش محتاج خالص ان ما فيش بقى ترتشت أي حاجة أنا لما عملت البصلة والحلة غويتة كده فما فيش بقى وما ادي عليها النور بس لما الطماطم عملت كده شيلت البتجز وغسلنات ضفته تمام خلاص كده بقى نرجع الشبك بتاعه الشبك ده أنا غسلته أصلا ونيجي بقى على المواعين طول ما احنا وقفين في المطبخ وبنعمل الأكل نخسل المواعين علشان الحاجة اللي نستخدمها نخسلها ونصفيها ونشيلها على طول يبقى بعد الغدل اللي بيبقى فاضل ايه طبقين الغدل خلاص والكبيات والحاجات دي بيتغسلوا بقى بسرعة بسرعة كده ما بياخدوش وقت خالص وبتلاقي الدنيا ريئة جنبك وحواليك وما انتش وقفة متوترة وعصابك سيرة كده الكركبة يا جماعة والله العظيم المطبخ بالذات لما يبقى مكركب بيبقى بتبقي متعصبة وما انتش فاهمة ليه لكن طول ما الحاجة ريئة كده والدنيا نظيفة حواليك بتبقي عصابك هادية وبتعمل الأكل وانت حاسها بسعادة ولما نعمل الأكل وإحنا مبسوطين وحاسين ان احنا كده ايه يعني مش متوترين والله العظيم بتثبطي الأكل جدا ان تبقى الأكل طالع طعم تاني والدنيا ايه بتختلف معاك خلص تمام خلاص كده احنا صبناهم وصبين تلحوض وارجع عشان طفهم بسرعة كده 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 ويبقى الروتين بتاعنا خلص وروتين خفيف طريقة السبانغ دي حلوة وطريقة سلق الفراغ دي عايز اقولك خطيرة بجد خطيرة ولا تدهنيها حاجة وبتطلعت من تحت الشوية كده ايه حلوة جدا بلاشت حمري في زيت أو سمنة حطي تحت الشوية وريحي دماغك بتبقى النتيجة احسن وافضل واصح كمان تمام عايز اقولك يا حبيبة قلب ميرفت ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك وجزاكم الله كل خير ويا رب الفيديو يعجبكم وكن ديفة خفيفة على قلبكم كانت معكم ميرفت من يوميات لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقابل ان شاء الله في فيديوهات جديدة لو لنا عمر يلا سلام اشتركوا في القناة